اما نقول لك الوزيرة الحق بكل صراحة قالت بعف قلت بعف ما نستعرفت شو هذي نعم من التسجيل وبعد بديم صفيف العباد وما في شاملو عام 2023 حق اكتوى قانون المالية قدمتولي انتي دجا مفروض هو خمستان سبتم بس قدام بالنمين قالت تكميلي بش في الف نوفمبر الشهر هذية والقانون المالية 2023 في ديسانب شو شو انا ما احترام اليها هي كابة كبيرة في وزارة المالية اما الكواد اللي عرفتم قل يخلوا من دارهم يمشيوا يطعوا في الاسنسور ينحيولوا منذبانها في الاسنسور يدخل بلو كلمة يزين بانك في الشتاء في السخانة وفي الصيف في البلد غير ويقعي كلمها البارح سوفين غير ويقعي هي طاش قالت البارح اي قالت ان القانون الخاص بالسلحة المؤسسات الحكومية سيصدروا قبل توقيع الاتفاق الهائم على صندوق النقد الدولي ويريدوا صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية ان تقوموا بيعادة هيكلة الشركات المملكة الدولة هذي المرأة قتلك انا مجاي فيني شو شو اش حكيت ميكروب ربي سوفين قانون رو موجود اي اش حكيت اش حكيت اش حكيت قالت بش نزيده في الزرايب اي والزرايب بش تشمل عقارات بش تشمل كده اي بش نرجو علي هذي كابة سوفين خلينا في مسحة الدعم سمحني اي عملا شي' حاجة امه ناخ للفصفات في بالك werecat في تونس توج إن ت blush وكت بنعلي عملنا عشرة مليوان تورناتر وعينا نعمل فيزور مليوان تورناتر كلاملو عشرة مليوان تورناتر ندخلو ما يقارب امى ستة مليار دينار اللي هو القتل اللي قدينه هذي الحكومة اقتر حدشي اعادة عملية الانتاج يا هكذا لنبلا جيت قتلك بروا وسجلوا تساعة انتي المنظومة متاعك قال لك عليها كلبية وقوا في ديكوارك وصارت في اشكاليات وهو الهيئة تعاني وهو في الاستشارة عنينا وهذي ثانيا بش يعملوا تحليل بوليسي آه انتي مشيت حجم شارك مرتين آه مرت كلاي بساروبة كذا اه انتي كذا شو شو لا مش بهذه الطريقة البداية تدار الدول هذي تتطلب اقتصاد سياسي والاقتصاد سياسي هي تطبيق رؤى اقتصادية على واقع الشيماعي معين ايه توسي حديدان شكالك قالك الشعب التونسي كل يحتاج قال تسعين بالمئة مش يمشي يساشد في المنصة هذي ايه هي جمع لي فاتش مش قالت مش يرفع قدام على المحروقات نشكل ايه قالت السبعين في المئة والثمانين في المئة الناس قادت دهدر انا نرى اليوم هذي الحكومة ما عندها الا رافعة قالت باع لانو هابتين عليهم صندوق النقد الدولي ثانيا ما عندهم كان تقشف مم وبدأ ايجا يتوسي وبدأ عدش مش يقولك قداش عندك بنولد قداش عندك ملود سكور ايه قداش عندك ملود سكور ايه قداش عندك ملود كيف يعملون لك حاجة الى تفضل الاسلوح والا حكاية المنصة هذي قداش تشتقعد وقت معني على ذلك اسئلته اسكل اجراء هذي ممكن على عرض الواقع؟ ايه 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 السياحة واقفة ايه كذلك المشاريع الكبرى متاعنا بلا شوف الحوض المنجمى السكاك الحديدية ايه كذلك ايه ايه اصابت الزيتون جيت قطل ايجنا عندي صديق منتينالف طولات ايه 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 زيت الحاكم اليوم الزيت هذي اذاك المدعم ايه 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 قداري تبعش ألاف فننج احنا مش قلت عم نول بعناب خمسة دينارات وخمسمائة للوكات فيتون زيتونها. وعليه وقاوتيك وانتي ستة وخمسين الف طولاتة. قالك اتحاد الوربا ذو كانت يومك. مم. والتونس يستهلك تلسين اربعين الف. والباقي ميت الف طولاتة. موامشي الاسواق جديدة. اي. وبالتالي انا نعتبر. مم. هذا يضحك على الذقون. والوزيرة هذي حقها خدت قدام صحافيين كل. تحكي بانسوير مع احترامي جمالين. في عاملونا انترفيو. في بدي لو اسايا يمشيوهم يعاملوهم ديز انترفيوها كاي كادرين. انت وزير القبالية ويجا واحكي مع العباد. وشفتها كلمها موش مقنع. اي. وقال بشو زيدو في الظلايب. وبشو نعملكم مينفسو برا القيدو. مم. ومن بعد تنابلو عليكم كذي. وما حكيتش على اعادة عملية التاج. اعادة هيكلة الاقتصاد. حكيتش على اقتصاد لخضر. مم. حكيتش على ايكونومي سيكريك. حكيتش على الطاقة البديلة متاع الشمس اللي معطلين المشاريع. وبالتالي هذه الحكومة في هذا مجايفة. والصدق الدولي مسيطر عليها. وهما بطريقة حالة يكونوا ذاكية. يقولوا هانا بشانتبكو املايات واتخانك دوراي